أهلا وسهلا وحياكم والله جميعا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا اليوم راح أحضر معاكم وصفة الوربات بشكل سهل وسريع وبكامل تفاصيلها ببولة جزاز راح أنزل بنص كوب من نشا الذرة عليهم راح أضيف نص كوب من المي بدرجة حرارة المطبخ وعطيهم تقليبة سريعة أتأكد إنه النشا عندي ذاب بدوء وتروي شوي شوي ويكسار عندي النشا جاهز بالبداية راح أحضر معاكم خليط القشطة بكسرول على البارد راح أنزل بأربع كوب من الحليب السائل كامل التسم في حال ما توفر الحليب السائل ممكن تستبدله بالحليب البودرة لكل كوب مي مقابل وثنين ملعقة كبيرة من الحليب البودرة المجفف بالإضافة لنص كوب من القشطة القامر برضو راح أنزل فيها على الحليب بالوسك أعطيهم تقليبة سريعة ومباشرة أطلع فيهم على النار بدأ أشغل النار وأضبط درجة الحرارة على المتوسطة أثناءه هو على النار راح أعطيه تقليبة سريعة مع التحريك المستمر من الحين للآخر لغاية ما يغلي عندي الحليب دايماً بحب أنوه بأن الحليب بيشعطه بسرعة أو بينحرق بسرعة لهيك خلوا درجة الحرارة تكون ما بين الهادية والمتوسطة بعد ما غلى معي الحليب وصلنا لهذه المرحلة راح أنزل بخليط النشا اللي حضرناه مسبقاً مع بعضنا بهالشكل بشكل خيط مع التحريك المستمر باتجاه واحد حتى يتماسك معي الخليط ويتجانس وأحصل على قشطة ناعمة قوام طري ومتماسك أطيها تقليبة سريعة وبهيك أنا وصلت للمرحلة اللي بدي إياها قوام ناعم سلس وخالي من أي تكتلات وهيك صارت القشطة معاي جاهزة بي بايركس مفرود راح أنزل بخليط القشطة بهالشكل كامل وأفرده معاي حتى أعطيها المجال إنها تبرد معي تماماً بالنيلون ربر راح أنزل فيه غطيها كامل محكم الأغلاق بشكل ملاصق تماماً لوجه القشطة حتى ما تاخد معي وجه وما تنشف أبداً ورح أتركها تبرد تماماً بدرجة حرارة المطبخ بالنسبة للقطر بيكسروا العلى البارد راح أضيف ثلاثة كوب من السكر الأبيض عليهم واحد كوب من المي أنا هون بدي يكون شوي كثيف عليهم واحد ملعقة كبيرة من عصير الليمون بالبداية بدي أشغل الغاز على درجة حرارة قوية حتى يغلي معي القطر وهيك أنا وصلت للمرحلة المطلوبة راح أطلع فيه عن النار وأتركه يبرد بدرجة حرارة المطبخ بعد ما بردت معي القشطة تماماً بدرجة حرارة المطبخ راح أشيل الغلاب بهالشكل بواسطة سباتيولا راح أعطيها تقليبة سريعة شوفوا معي القوام قدي ناعم لتسهيل عملية الحشو عندي بكيس حلواني راح أفرغ القشطة بهالشكل هالخطوة بتسهل علي وبتساعدني بعملية حشو الوربات لوصفة اليوم راح أستخدم عجينة الكلاج أو عجينة الفيلو اللي فروزن في حالة وفر عندكم الفريش بيكون أفضل راح أحتفظ فقط بخمس ورقات من عجينة الكلاج وفي حال حبيتوا تزودوا طبقات برضو ما في أي مشكلة لأسهل عملية التشكيل اللي عندي راح أقطحها لثلاث أجزاء بشكل مطاول وبهيك أنا حصلت على مستطيل راح أقطعه بشكل مربعات وآخذ المربع الأول وأنقله معاي من شان أحاول قدر الإمكان يكون الحجم متقارب وبهيك بعد ما شكلتهم بشكل مربع بواسط الكيس حلواني حضرناه مسبقاً القشطة أحط بالمنتصف بهالشكل أوزع مقدار من القشطة هالإضافة هي اختياري أنا راح أضيف مقدار ربع كوم من الفصطق الحلبي المجروش أوزحهم هيك صاروا جاهزين عندي للتشكيل بالبداية مربع بعد هيك مثلث بصينية مبطن ورق زبدة في عندي واحد كوب من السمن الحيواني المذاب راح أضيف نصف المقدار بالأسفل به شكل أوزعه الطريقة الأنسب والأفضل لرص حبات الوربات بالصينية بدي أعطي الزوايا للأطراف وأترك المثلثات الداخلية مرصوصة على بعض من شان أحمل قشطة قدر الإمكان أثناء عملية الشوي داخل الفرن بعد ما رصيت كامل كمية حبات الوربات راح أكمل باقي ما تبقى عندي من مقدار السمن أوزعه بشكل وبهيك صاروا جاهزين لا يدخلوا عندي للفرن راح أدخلوا فرن محمى مسبقا رف أوسط درجة الحرارة 180 لمدة 30 دقيقة بآخر خمس دقائق من الوقت بعطيهم تحمير من الأعلى فقط أنهم ياخدوا معي لون ذهبي خفيف لطيف وبشكل موزع على الكامل وبهيك بعد ما طلعوا معاه من الفرن شوفوا اللون ولا أروع من هيك راح أنزل عليهم بالقطر يلي حضرناه مع بعضنا الوربات ساخن والقطر بارد بالنسبة للتزيين أو البرزنتيشن هو إشي بيسيك وبسيط وخفيف ولطيف جدا فصق حلبي مطحون ناعم وهو ساخن راح أزينه أو أرش على كل حبة مقدار معين وبهيك تحليتنا صارت جاهزة شوفوا معاي اللون والشكل ولا أروع من هيك خلينا نجرب الحلو مع بعضنا شوفوا معاي هاللون وهالشكل ومن تحت ما أخذ لون ولا أروع من هيك هالحلويات تؤكل دافية أو بحرارة المطبخ شوفوا معاي قوام القشطة من الداخل بنصحكم بتجربتها وبالعافية شوفوا معاي شوفوا معاي اللون paramتار